اشتركوا في القناة وعدد من المسؤولين كان في مقدمة مستقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من عبدالعزيز السعود ولي العهد نائم رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة قد أدل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان من حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى وصول سموه إلى الرياض في مستهل زيارته بالتصريح التالي يسرني وأنا أصل إلى بلد الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة تأتي تأكيدا على مدى عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين بلدين الشقيقين وتعكس ما وصلت إليه من تعاون مثمر في مختلف المجالات لمواصلة تحقيق التطلعات المنشودة أن أعرب عن الاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من مستويات متقدمة من التكامل والتنسيق بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ملك المملكة العربية السعودية حفظهم الله إن زيارتي إلى الشقيق المملكة العربية السعودية تبثل مواصلة الانتلاق نحو علاقات تعاون ذات بعد استراتيجي أكبر وفرصة طيبة للقاء أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من أجل تعزيز التشاور والتنسيق والعمل على الدفع قدما بالتعاون الثنائي والبناء على ما تحقق من منجزات وفقا للرؤى المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين وأجد هذه المناسبة فرصة لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة والإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به وبجهودها في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية فهي مرتكز الأمن العربي والإقليمي وعامل الاستقرار الأساسي في المنطقة والاقتصاد العالمي داعينا الله عز وجل أن يديم على المملكتين وشعبيهم الشقيقين نعمة الأمن والاستقرار